السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه كبك نعرفو جميعا انه بقى سأسابيع قليلة على بداية الدخول المدراسي الجديد دي السنة الفين وعشرين طبيعة الحال. فغدي نتكلمو على بعض اه يعني الاشياء اللي خصنا قوموا بها او اللي ندروها اه باش اه يكون هاد الدخول المدراسي ناجح. فالهدف ديال هاد السنة ان شاء الله هو ميزة مستحسن فما فوق. فالسنة اللي فات اه كان الهدف ديالنا هو النجاح وما يكونش اه يعني واحد سقوط ولا واحد الراترابج. اه بينما هاد السنة ان اه طموح اكبر اللي هو اه مانسيون وميزة مستحسن فما فوق. اما السبيل لذلك فهو يعني معروف فا اه كما يعني معروف اننا في القناة ديالنا اه اللي هي غاما. عنا دراسة وموتعة والنجاح ديالكم ضمون بطبيعة الحب. فا اه قناة غاما اللي كتحسن بالدراسة والفراسة اه ما كنحتاجوش اننا يعني ندرو واحد ضغط كبير على الانفوس ديالنا وانما بالعكس اه اه كان نشي بواحد الراتين اللي مواتذيب. بدون اي نوع كما قلنا ديال ضغط ولا ديال التعب نفسي. فا اه يعني يعني دقا دقا كي يحمل الواد. فا اه الاساليب اللي غادي بذوبهم ان شاء الله. اللي هما كما كان عارفو جميعا. ان الراتين باش غادي يمشو في البداية اولي خصنا نوصلو به في النهاية. ماشي. كين كين بعض الاشخاص و اه يعني كثار. بطبيعة الحال من الناس اللي اه كي اه كيتفرجو دبا. حيس بما انك خلبت على هذا الفيديو. ولا بلك هاد الفيديو وكليكيت عليه ودخلت التفرج. فانتا من الاشخاص اللي كي بغوا يخدمو. وكي بغوا يقراو. وكي بغوا يشاهدو. فا اه المسألة ديال الشهاد مسألة جيدة. ولكن. فهات الشهر اللول وهات الشهر تاني اللي جايين ديال شهر تسعدو شهر عشرة. ما خصكش تضغط على رأسك بزاف. يعني تبدأ بواحد الراتين اللي قاصح. حيس اه. اه. في حال شي متسابق. شي سيبا. إلا بديتي بواحد السرعة كبيرة وغادي غادي كتجري بواحد السرعة كبيرة. فالتالي غادي تتعيو. فغادي يضب لك. فانت غادي تبقى اللور. هذا هو هو اللي خصنا نتفهم وعليهم داب. باش غادي نبدو باش خصنا نوصل. ما خصنا نزربو وما خصنا نتعطلو. يعني. فهات الشهر اللي 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 اللي. امشوا بواحد الراتين موعتادي. اللي هو. ما تفوت في. جز سواء ديال المراجعة في النهار. انتع. عندك بطبيعة الحال. امدراسة. كين درين دون السواء. كين درين دون السواء. بطبيعة الحال في الانترنت. ديال الفيديوهات مع اساسي. فهات الشهر خارج ديك جز سواء. جز سواء ديالك انت تتعز الكتاب. كتربة سي. وانت هز الكتاب ديالك. وكتقرأ. تقرأ و تراجع ذلك الشيطة للنهار كامل فهذا المراجعة مخصصة جوش سواء و من بعدها نقوم بتدريجيا جوش سواء جوش سواء ثلاث سواء ثلاث سواء ثلاث سواء ثلاث سواء ثلاث سواء ثلاث ولكن إلا بدينا بواحد ضغط و بدينا بواحد يعني تاعب نفسي ما غادش نكمله ايجي ذيك شهر ربعة ديال الطورة التانية بدأوا نفنصي في الطورة التانية ما غادش قدر تكمل و ديك الساعات كي بدأوا الدروس الصعب بالنسبة لدريد الوطني و لا الجياب بالنسبة للوطني عندهم عندهم الشيمي و عندهم الميكانيك را قاسح شوية في ديك الدورة التانية من يسبب داك ازفونصي و داك شيرا شوية قاسح موين لذلك امشو بواحد نظام معتديل اللي غادي نوصله فيه و ما غادش نتعطله و ما غادش نبدأ و ما نكملوش سننبدأ و نكملوش على الله ثانية حاجة بمنسبة لدريد الوطني و الوطني واحد اللي غادي مهمة بزاف انتمو واحد دريد اللي قريتوا حداش العام بمنسبة لدريد الباك هدلا عموات تناش عندكم ممنسبة لدريد الجيوي هدلا عموات الحداش ديلكم فضياج جارك و مخديتوا واحد يعني واحد لا أخذت معلومات وإنما أخذت واحد جريبة على كيف يزاد المسيحان وكيف يبدأ في الأول العام كان واحد القولة كتقول لك المشكل في كان لا تفشل لا المشكل هو أنك تقدر واحد العمل وتفشل فيه وتعود نفس الطريقة بجدرتي ذلك العمل وتفشل فيه وتعود نفس الطريقة وتبغي أنك تلقاش نتيجة مختلفة فرق لا تلقا فبما أنك بدي يسيب واحد النظام هذه عامين وما يجحتيش فيه ماشي ما يجحتيش فيه ما تسلطيش لذلك شيء كنت يبغي فغدي تبدله لا تنفيش بنفس النظام فأنت رأي عندك حداش العام للقراءة وكل عام رأيك تدير واحد النظام جديد فهذا العام كنبغي نجمعه قاعدك النظام باش ندير واحد النظام اللي غدي يكون متوازن وكل واحد عنده نظام دياله لا تنعطيك أنه واحد يعني واحد اللي غادي سمشي عليه لا كل واحد اللي غادي ستعمل فهذا بنسبة للتنظيم ويعني البداية فهنا غادي نتكلم أو تاني علا مسألات على مسألات السواء سواء هنقول لكم واحد الكلمة حداري ثم حداري ثم حداري مسواء علاش تقدر دار السواء ماشي ضدنا السواء ولكن كي نسواء بقواعدهم مشان مشيان القسم اللي فيها ربعين واحد وغادي نديران نسواء في واحد المادة اللي غا نضيع فيها الفلوس هذي اول حاجة ثاني حاجة مشين ضحكا نضيع الوقت تالت حاجة ما غادي نستفد تحاجة هذي تالت حاجة ما غادي نستفد تحاجة اضيع الفلوس ديال والدي وغادي نضيع الوقت اللي غادي نستفد في استفدارك وغاستي يعني في بيسك وشرب سياسي وانت كتتفرج في فيديوهات غي في اليوتيوب تقدر تتفرج في في أساسي دا خاما كان نصحش بذ القضية في حيث تقدر يعني تكون كتتفرج في فيديو ويجيك شي ميساج مشا كل شيء ثالث حاجة ما غادي نستفد تحاجة فاليجيك ستفدارك ويجيك تقرأ مع راسك هذا يتخذ بزاف المعلومات بطبيعة الحال وغا تقرأ بواحد تأني وبواحد بواحد الراحة ما شيف حالي راك في قسم في 30 واحد فهو كان كنتي كتفهم في ضيام ديك 30 واحد قا ما تدرج سوايا ستقتصر على القسم فلذلك سوايا حداري ثم حداري منه مهم هذي واحد المجموعة ديال نقدروا نقولوا نصائح نقدروا نقولوا معلومات نقدروا نقولوا ايتيكيتات باش انك غادي تبدأ هذي السنة الدراسية بواحد النجاح اللي ان شاء الله كانت منو فيه كما قلنا ميزة مستحسن في المفوق او ميزة حسن حسن جدا فطموح ديالنا هذي السنة طلع على السنة اللي فت فهذا ببدينا نطمحو يعني ميزات طالعين شوية وان شاء الله قدرين نجيبون ما تنسوش اه حاجة اخيرة هي الشارك في القناة ودفعيل سير الجارس والضغط على وتخليوا انكم ان تغزوان واللي عندوا شي سؤال ومرحبا نجاوب كل شي ان شاء الله بسلام عليكم وان شاء الله كما قلنا في القناة ديالنا قاما دراسة وفراسة ودراسة وموسعة والنجاح ديالكم ان شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة